حققت قوات الاسد بدعومة بسلاح الجو الروسي والميليشيات الاجنبية تقدما على عدة جبهات منذ نهاية الشهر الماضي لكنه تقدم اتى بتكلفة بشرية باهظة لتلك القوات معارك ريف حلب الشمالي وحدها اصفرت عن سقوط اكثر من 180 مقاتلا خلال اسبوعين فقط بينهم 24 قتلا من الحرس الثوري الايراني اضافة الى 15 مقاتلا من ميليشيا حزب الله اللبناني واخرين من العراق وافغانستان كما خسرت قوات النظام في هذه المعارك عددا من كبار قادتها بينهم ثلاثة من الحرس الجمهوري هم العميد الركن نواف حماد الخطيب والعميد الركن حافظ احمد العبود اضافة الى معاون رئيس اللجنة الامنية في حلب العميد الركن مظهر زاهر اما في ريف حلب الشمالي فقد اسفرت المعارك هناك منذ بداية الحملة مطلع يناير الماضي عن مقتل نحو 100 مقاتل من قوات النظام والميليشيات المساندة له خسائر النظام في ريف اللاذقية تبدو اكثر من مثيلتها في حلب حيث قتل وجر حميئات المقاتلين بينهم قادة في ميليشيات حزب الله لاسيما في تلة النبي يونس وداخل بلدة السلمة كما تشير المعلومات الى سقوط عدد كبير من قوات النظام يقدر بنحو 300 قتيل في معارك الشيخ مسكين وعتمان بدرعة منذ بداية الحملة على هذه المنطقة ارقام تقول المعارضة ان اللافت فيها هو الخسائر التي منيت بها الميليشيات الاجنبية الداعيمة للأسد حيث يحتل قتل ميليشيات حزب الله والميليشيات الافغانية والعراقية والايرانية نصف حصيلة القتلى في هذه المعارك على اقل تقدير